السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الثلاثاء ست شباط فبراير القمر اليوم موجود في برج القوس وفي ساعات الظهر رح ينتقل لبرج الجديد القمر الآن موجود في برج القوس ورح يظل زي ما حكينا لغاية الساعة 12 وثمان دقائق ظهرا من ظهر اليوم الثلاثاء ببرج القوس بعدها بده ينتقل لبرج الجديد ورح يظل موجود في برج الجديد لغاية الساعة 51 دقيقة من عصر يوم الخميس لينتقل القمر بعدها لبرج الحود القمر الآن موجود في منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام الساعة 12 وثمان دقائق بعد ظهر يوم الثلاثاء لينتقل القمر بعدها لمنزلة ساعة الذابح وهي منزل للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية القمر بما أنه موجود في برج القوس لغاية ساعات الظهر معناته منظل بنشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ومنلتقي أناس يعني أكثر سعادة ومنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية وبيتحول تفكيرنا من عالم يعني لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازات وممارسة الرياضة والخروج في النزهات ويمكننا اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وصد دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش تجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بالنسبة للحدث اللي رح يصير بعد هاي الزاوية وهو خلو المسار خلو المسار السلبي رح يبدأ الساعة خمسة وصد دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة 12 وثمان دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أنه الفترة المذكورة ما بين الساعة خمسة والساعة 12 فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 12 وثمان دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش خلاص القمر بنتقل وبصير في برج الجدي فمنصبح في هاي الفترة أكثر عقلانية بنحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ندرك أن الأمور ما بتصير يعني ما رح تكون سهلة علينا يعني بيكون فيها بعض الصعوبة أو بنفقد الحضوض فيها وبعضنا ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحضوض يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم طبعا عنا أول شيء من الآن ولغاية ساعات الظهر عنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية من ساعات الظهر وما بعد بصير عنا الركبتين والمفاصل والعمود الفقري وعضلات العمود الفقري والرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والتحال والجهاز التوازن هاي الأعضاء الأكثر حساسية اليوم اللي إذا شعرنا بشيء غير اعتيادي بأوقاتها طبعا إن الراجع الطبيب لا تصلح للعمليات الجراحية الكبرى لهاي الأعضاء وطبعا لا يصلح وقت قلو المسار لإجراء العمليات الجراحية الكبرى إلا إذا كانت اضطرارية وما في مجال لتأجيلها هذا اليوم بعد قلو المسار أو قبل قلو المسار ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة برضو مش بفترة قلو المسار يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر برضو مش بفترة قلو المسار ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجدي خلو المسار القادم بيبدأ تمام الساعة 7.52 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يوم الخميس 8.02 ورح يستمر حتى تمام الساعة 1.59 دقيقة بعد الظهر أو عصرا لا يستقر القمر بعديها في برج الدلو بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمر 25 يوم في تمام الساعة 1.24 دقيقة فجرا بصير 26 يوم نسبة الإضاءة 15% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 19.02 منتحسه بنسبة 10% القمر في القوس رح ينتقل للجدي ورح يضلف الجدي ليوم 8.02 منتحس الآن بنسبة 10% ساعة الصباح سعيد بنسبة 15% ساعات الظهر سعيد بنسبة 30% في ساعات المساء سعيد بنسبة 60% عطارة في الدلو حتى يوم 23.02 منتحس الآن بنسبة 40% ساعات الصباح منتحس بنسبة 50% الزهرة في الجدي حتى يوم 16.02 سعيد بنسبة 10% المريغ في الجدي حتى يوم 13.02 سعيد بنسبة 60% المشتري في الثور حتى يوم 25.05 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29.06 سعيد بنسبة 15% ورنس في الثور حتى يوم 1.09 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 2.07 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2.05 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتنشطوه في الدراسة والسفر والاتصالات البعيدة من الآن ولغاية ساعات الظهر وبتشعر بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج العمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها ولكن في فترة خلو المسار انتبه أثناء تنقلاتك في الشوارع المفتوحة بكم في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية أما في ساعات الظهر وما بعد بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم يشنك ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم ابتضغط عليك المسئوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد عشان هيك التزم بمسئولياتك فترة واحدة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتعيدوا تنظيم مركم المالي المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي أما في ساعة الظهر بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وبرضو اليوم بيحمل لك لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب للسفر أو التسويق أو النشر أو الدراسات العليا وبتفرح لا انتصار أو لا رحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شيء أنك تحرك على مختلف الأصعادة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أو مع الأزواج وهي فترة شوي ضاغطة لأن القمر ما زال موجود مقابلك تماما لغاية ساعات الظهر فبالظل فترة سلبية ما بينفعك سواء الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات أما من ساعات الظهر وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخلوا تعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطكم يطمعن بالكم وبتفرحوا لتطور ما وتعتبر فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك برضو انتبهوا لغذاءكم وراحتكم كونوا منظمين وأحسنوا إدارة عملكم وحاذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم وما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية أما في ساعات الظهر بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم ما ترتجلوا أي كلام وما توجهوا ملاحظة لأن خصمكم قوي وما بيرحم بتحمل لك هاي الأيام ارتباط مهم حافظوا على هدوء أعصابك وما تكون عدائي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط فما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة صحيح الأخطاء أما في ساعات ما بعد الظهر بيتراكم العمل لديكم لا تهملوا صحتكم حذروا من المتاعب الصحية أو الجسدي اللي ممكن أنها تمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب ابتظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة وممكن تشعر ببعض التوتر برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء من الآن ولغاية ساعات الظهر بوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلة أو منزلة أو ممكن تظهر مشكلة شخصية لا تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة لأجواء عدائية ومتوترة فعشان هيك بدك تراعي وضعك الصحي أما من ساعات الظهر وما بعد بتشتاد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم وبتفرحوا لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وبتقوموا بخطوة مباركة وممكن تتلقوا إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة للتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات خلال هاي الساعات لغاية ساعات الظهر وتعتبر هاي الفترة مناسبة لإجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار وبتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصاحة أو ورشة عملة لقدراتك أما من ساعات الظهر وما بعد بتفضل الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها بتثير اضطرابك وامتعاضك وما تخال في القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية واهتم بعائلتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن ولغاية ساعات الظهر بظل في فرصة لمكسب مالي بيجي هذا المكسب عادة من عمل إضافي ومع هيك بتكونوا حذرين في النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو ممكن تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح أما من ساعات الظهر وما بعد بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتكم وممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا ثقتكم بأنفسكم كبير وبعمكم النشاط من الآن ولغاية ساعات الظهر وبإمكانكم كنتبادر لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية برضو بتحمل هاي الساعات انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة وواقعية الأمور وبتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح مميز أما في ساعات الظهر وما بعد بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم لا تغامروا بأموالكم هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم من الآن ولغاية ساعات الظهر ابتهدأ وطيرتكم لحد الركود وممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي ولا تحسم أمر لأنها هاي فترة سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها أما من ساعات الظهر وما بعد بتستعيد ونشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة تملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر حالق برضو بيحمل لك في ساعات المساء خبر صار بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم من الآن ولغاية ساعات الظهر ومنكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة وممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح وبتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجنبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك أما من ساعات الظهر وما بعد بتدخل فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة من الحضوض حذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب آمالكم أو تتأخر أعمالكم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا من الآن ولغاية ساعة الظهر بتظل فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم بإمكانكم أنك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة هدوا من روعكم ما تنفعلوا اتجنبوا مخالفة القوانين واحرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة واحرصوا على الأجمهة إذا شعرت ببدايتها أما من ساعات الظهر وما بعد بتلتقوا بالأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية وما تبقوا وحدين فترة ناشطة وواعد دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر الاتصالات والموعيد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء